السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمَّ به بعد الشتات وأمَّن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد وأيها الإخوة الكرام في بلد الله الحرام أحمد الله جل وعلا أن شرفنا باللقاء في بيت من بيوت الله في مكة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعاً وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نترك كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرُّقنا أن يقال لنا جميعاً قوموا مغفوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز ما أحسن الاجتماع على تلاوة كتاب الله جل وعلا وتدبُّر آياته والنظر في عبره وفي عظاته ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جلس مع أصحابه يطلُب أحياناً من بعضهم أن يتلُو عليهم شيئاً من القرآن وكان عليه الصلاة والسلام يتقصَّد بعضهم رضي الله تعالى عنهم بطلب الاستماع منهم لما وهبهم الله تعالى من حسن الصوت في التلاوة نحن اليوم نقف على سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا هذه السورة ذكر الله تعالى في أوائلها شيئاً من الكلام عن نبي الله تعالى داود عليه السلام ومن تأمل في داود عليه السلام وجد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً ما يتكلم عنه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً تلاوة أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال له لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام وكذلك لما رأى يوماً من الأيام لما رأى سلمان الفارسي رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأاه وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكان قد آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن عمر وبين سلمان الفارسي فعلم سلمان أن أخاه عبد الله بن عمر بن العاص يصوم النهار يصوم كل يوم ويقوم الليل كله فأقبل إليه زائراً وقال له وليد ونبيت عندك فلما بات عنده فلما أراد أن يقوم عبد الله بن عمر قال له سلمان رضي الله عنه نم فنام ثم أراد أن يقوم فقال له نم فلما بقي بعض الليل قال له قم إن شئت الآن فقام وصلى فلما أصبح وصلي الفجر ورجع أقبل عبد الله بن عمر إلى أخي سلمان الفارسي بطعام الإفطار فقال له سلمان كل معي قال إني صائم قال عزمت عليك أن تفطر فأفطر ثم ذهب عبد الله بن عمر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول يا رسول الله سلمان يمنعني من الطاعة يمنعني من العبادة يمنعني من الإكثار منها أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكياً فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وسأله عن صلاة فأخبره أنه يصلي الليل وأنه يصوم النهار فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا يعني الزوار فأعطي كل ذي حق حقه ثم بدأ يتكلم معه عن صلاة الليل وعن صيام النهار فقال صلى الله عليه وسلم له صم كذا وكذا قال أستطيع أكثر قال صم ثلاثة أيام من كل شهر قال أستطيع أكثر قال صم يوما وأفطر يوما إذا أنت مصر أن تصوم كل يوم على أقل لا تصوم يوميا صم يوما وأفطر يوما قال أستطيع أكثر يعني أنا ممكن يا رسول الله بدل ما أصوم يوما وأفطر يوما أنا ممكن أن أصوم أسبوعا وأفطر يوما واحدا أنا أستطيع أكثر من أن أصوم يوما وأفطر يوما فقال صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما قال أستطيع أفضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك ما في نوع من الصيام أفضل من أنك تصوم يوما وتفطر يوما ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا صيام داود عليه السلام هذا صيام نبي الله داود عليه السلام فكان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بصيام نبي الله تعالى داود عليه السلام لما أوتيه داود عليه السلام من كثرة العبادة والطاعة والإقبال إلى الله جل وعلا ولذلك حقيقٌ بنا أيها الإخوة والأخوات أن نتعرف على داود عليه السلام كيف كان صيامه كيف كانت عبادته كيف ذكر الله تعالى قصته في القرآن من هو سليمان ابن داود عليه السلام ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داود مدحه بصيامه مدحه بحسن تلاوته ودحه بحسن صوته داود يا جماعة كان إذا تل الزبور اللي هو الكتاب المقدس عندهم مثل القرآن عندنا إذا تل الزبور توقفت الطير في السماء تستمع إليه كان إذا سبح سبحت معه الجبال التي حوله داود كانت الوحوش تأتي إذا تل الزبور وتبرك عنده تستمع إلى حسن تلاوته كان له شأن عظيم في التلاوة وفي القراءة كيف جعل الله تعالى له هذا وما هي قصة الذين دخل عليه تسور عليه المحراب ما هي قصتهما ولماذا قدر الله تعالى مجيئهما إليه وما معنى قول الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض لماذا ما قال إن جعلناك نبيا أليست مرتبة النبوة أعظم من مرتبة الملك والخلافة لماذا ما مدحه الله تعالى بالنبوة إنما مدحه وأخبره أنه جعله خليفة مع أن النبوة هي مرتبة أرفع من ذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم خمسة وعشرين نبيا فقط من بين أكثر من مئة ألف نبي بعثهم الله تعالى إلى الناس كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهؤلاء الخمسة وعشرين نبيا أيضا بعضهم أيها الأفاضل ذكر الله تعالى اسمه ولم يذكر لنا قصته اليسع نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته إلياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله شيئا من قصته كما ذكر الله تعالى عن شعيب عليه السلام ذكره في موضعين أو ثلاثة لكن هذه المواضع كل موضع لا يتعدى ربما أربعة أسطر أو خمسة فلو أردت أن تحكي قصة شعيب ربما استطعت أن تحكيها في أقل من خمس دقائق إذا تكلمت عن لوط عليه السلام أيضا قصته مختصرة تتكلم عن هوت تتكلم عن صالح لماذا ذكر الله تعالى نبيه داود عليه السلام وفصل قصته في عدد من السور وذكر لنا ملكه وما هي صنعته التي صنعها وكيف سهل الله تعالى عليه هذه الصناعة ما هي الأحداث التي جعلها الله تعالى له الأنبياء اصطفاهم الله تعالى ليكونوا رسلا بينه وبين الناس وبعض هؤلاء الأنبياء جمع الله تعالى له ما بين مرتبة الملك والنبوة فيكون نبيا ملكا عنده خدم وحشم وجنود وأرائك وقصور ولا يستطيع أحد يتجرى أن يقول له يا مجنون أو يا ساحر أو يا كاهن لأنه صاحب ملك وأي واحد يتكلم عليه يعاقب كما كان من شأن سليمان عليه السلام وكما كان من شأن داود عليه السلام وكما كان أيضا متأخرا من شأن يوسف عليه السلام وبعض هؤلاء الأنبياء جعلهم الله تعالى من عامة البشر لكنهم فضلوا على البشر بالنبوة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الفرح بيني وبينكم أن يأتيني وحي ولقد خير الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا عبدا يعني من ضمن الناس يوم يسمع يا ساحر يا كاهن يوم يسمع يا أبا القاسم يا رسول الله يوم يشبع ويوم يجوع يوم ينتصر على أعداءه ويوم ربما يقع عليه منهم هزيمة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا فمدحه الله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فكان متواضعا عليه الصلاة والسلام داود ضرب الله تعالى به مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام تعالوا نقف على شيء من هذه المعاني حول داود عليه السلام وأيضا نتكلم لماذا اليهود يعظمون داود النجمة السداسية التي يعظمها اليهود يسمونها نجمة إيش نجمة داود لماذا ربطوها بداود أليس الرسول الأشهر لبني إسرائيل هو موسى عليه السلام لماذا ربطوا هذه النجمة بداود عليه السلام داود أيها الإخوة الكرام والأخوات كان غلاما صغيرا بين يدي أبيه وداود عليه السلام هو من نسل إبراهيم فإن إبراهيم له ولدان كما تعلمون ولده إسحاق وتناسل منه أنبياء بني إسرائيل وولده إسماعيل وقد تناسل منه الناس وتناسل منه نسل لكن لم يكن منهم نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان داود غلاما بين يدي أبيه يرعى الغنم وكان له مقلاع يحمي به هذه الغنم مقلاع يعني مثل الشيء الخشبي الذي يضع فيه حجرا صلبا ويقذفه فكان إذا جاء ذئب أو جاء كذا ليتعرض الغنم قذفه وكان يصيبه إصابة شديدة مثل ما يصيب الإنسان اليوم بالسلاح فأتقن ذلك من صغر كان يعمل على حماية هذه الغنم فيحميها بهذه الطريقة فبنوا إسرائيل كانوا في فترة التيه لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا إلى فلسطين فقالوا إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين فحكم الله تعالى عليهم بالتيه خرجوا من مصر وتاهوا في صحراء سينة التي هي بين الشام وبين مصر قال الله جل وعلا عنهم أنهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وتاهوا في هذا التيه كان بني إسرائيل يتمنون أن يوجد عندهم قائد يريدون أي قائد يقودهم تفرقوا واختلفوا وصار ما عندهم إلا المن والسلوى واشتاقوا إلى غيرها فقال لهم نبيهم لما قالوا له يعني ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا أصلا أنتم قوم جبنة طلب منكم موسى تدخلوا إلى الأرض المقدسة وتحكموها وخفتم قلت فيها قوم جبارين وفي الأخير قلتم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون أنتم جبنة قال هل أسيتم ونكتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا طيب القائد من هو وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة يلا أنتم تريدون واحد قائد الله جعل عليكم قائدا وهو طالوت مقاييس الملك هي العقل والحكمة والقوة والقدرة على القيادة والقدرة على البطش بالأعداء قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال طيب ما هي الفائدة أن يكون القائد ذا مال كثير وهو جسمه ضعيف وعقله صغير وشخصيته ضعيفة ما يصلح قائد قال إن الله وذكر لهم أن الله زاده بصة في العلم والجسم ثم ذكر لهم آية ملكة إذا تريدون دليلا على أنه ملك عليكم في دليل ما هو الدليل الدليل أن موسى عليه السلام لما مات عن بني إسرائيل وهم في التيه على أربعين سنة حفظوا التابوت وكان هذا التابوت فيه عصى موسى ورداء موسى بعض حاجات موسى التي تركها العصى التي شق الله له بها البحر فكانوا يعظمونها فكانت في هذا التابوت فأقبل أهل فلسطين في ذلك الحين وقاتلوهم وأخذوا منهم التابوت غصما عنهم فرأى بني إسرائيل أن لا يمكن ننتصر إلا التابوت عندنا فقال لهم نبيهم تريدون تنتصروا قالوا نعم قال هذا ملك يلا قائد قالوا كيف يكون ملك ما نريده قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وعدهم في وقت محدد جاء أهل الوقت المحدد إلا التابوت بين أيديهم فتحوا إلا هذه آثار موسى قالوا خلاص نتبعك يا طالوت فلما ذهب بهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فأنتم عطاشا وحتى تأكد أن عندكم صبر على القتال نختبركم الآن أمامكم نهر بارد ممنوع أن تشربوا أيها الجيش من هذا النهر لكن مسموح أن تأخذ غرفة تبل ريقك بها بس فلما جاء إلى هذا النهر شربوا من كلهم إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وإذا هؤلاء الذين معه الذين صبروا على العطش يدخلهم الخور قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فظهر منهم فقط ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا من الآلاف كلها فقط ثلاثمائة وسبعة عشر رجل قال الذين يظنون أنه ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فرغ علينا بدأوا يدعون الله تعالى أن يثبتهم خرج جالوت اللي هو رئيس الأعداء الذين يقاتلونهم دائما الذين قدموا إليهم من الشام خرج جالوت وقال من يقاتل من يقاتل أقبل داود وكان قد دخل في الجيش بناء على أمر أبيه له داود كان عنده ثلاثة إخوان أكبر منه خرجوا في جيش طالوت فأبوه قال له اذهب انظر ما حاله إخوانك وكان غلاما جاوز الحلم يعني عمره من ربما ستة عشرة سنة أو نحوه فلما رأى أن جالوت يقول من يبارز من يقاتل وأن الناس قد نكلوا وخافوا حتى طالوت نفسه قائدنا خايف أقبل داود الصغير إلى طالوت القائد وقال أنا أريد أن يقاتل فقال هذا جالوت وهذا رجل مجرب في المعارك وصاحب قتال طويل وأنت يعني لا تزال في أوائل شبابك أنت يعني ما تركت الصغر إلا قبل أيام أنت صغير وأنت راعي غنم أنت أشدراك عن القتال قال إني قاتلوا قال ما تستطيع فجعل طالوت ينادي في بني إسرائيل ما طلع أحد وجالوت يصرخ من يقاتل من يقاتل قال اطلعي داود مدام ما في إلا أنت الصغير اطلع فخرج ومعه خمسة أحجار قذائف ومعه مقلاعه ومدرب صح فأقبل وجالوت واقف بالسيف ينتظره وقد احتكرها الطفل اللي جاءه فوضع الحجر في مقلاعه ورماه كما يرميه على الذئاب وغيرها فأصاب جالوت في جبهته وسقط على الأرض مع قوة الضربة ثم أقبلها الصغير إليه إلا الرجل عند شبه إغماء وأقبل بالسكين واحتز رأسه فصار لداود شأن عند بني إسرائيل وقالوا يا طالوت لست أنت الملك الملك داود وأخرجهم الله بداود من التيه وصار لهم شأن وانتصروا على أهل الشام في ذلك الحي فسموه الملك داود وعظموه عند بني إسرائيل داود عليه السلام وهبه الله تعالى ولدا صالحا اسمه سليمان سليمان تربى فعند أبيه داود فهو ملك ابن ملك تعالوا نعود إلى ما ذكره الله تعالى في سورة صاد من خبرهما نحن لو ذهبنا نتكلم عن قصصهما طالبنا الأمد تعالوا نتكلم أيها الأفاضل عن هذه السورة ماذا ذكر الله تعالى من العبر في سورة صاد عن داود وسليمان عليهما السلام يقول ربنا جل في علاه صاد والقرآن ذي الذكر ثم ذكر الله تعالى آيات في تكذيب قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم يستهزيون يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة أنت معقول إحنا نعبد عشرين آلهة وتجعلها واحدة قال الله جل وعلا اصبر على ما يقولون ودائما ربنا جل وعلا يذكر في كتابه أمثلة للأنبياء السابقين كما قال سبحانه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون فيضرب الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثالا على الأنبياء السابقين لتصبيره وكأن ربنا يقول له إن قالوا عليك مجنون ترى اللي قبلك قالوا عليهم مجانين إذا قالوا عليك ساحر ترى اللي قبلك قالوا عليهم ساحرة إذا قالوا عليك كذاب ترى اللي قبلك قالوا كذاب فقال الله جل وعلا هنا اصبر على ما يقولون يقولون عليك كذاب أصبر طيب يقولون ساحر أصبر كاهن أصبر أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة كما قال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون يعني بنيناها بقوة فهو كان صاحب قوة من أعظم قوته قوته أولا في اتخاذ القرار والشجاعة هو لم يكن قويا شجاعا كان يخور كما خار الناس لكن قدرة على أن يأتي ويقف أمام جالوت ويضربه القدرة على اتخاذ القرار هذه قوة وشجاعة وقوته أيضا في صنعته نقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما أكل العبد من كسب يده وكان نبي الله داود يأكل من كسب يده ألان الله له الحديد كما قال جل وعلا وألن له الحديد يقولون كان الناس إذا أرادوا أن يصنعوا من الحديد اجتمعوا الخمسة والستة حتى يلووا قضمان الحديد أو نحوه فكان هو يصنع بالحديد كأنه قماش بين يده إذا أراد يصنع قدر يأتي يصنع القدر كأنه يصنعه من قماش يلف الحديد بيده ويعدله بأصابعه يعني ينهي تماما كل ما يتعلق بهذا لأنه يعلم أن الله جل وعلا قد ألان له الحديد كما قال سبحانه وألن له الحديد يقول ربنا جل وعلا متحدثا عن شرف داود عليه السلام قال سبحانه إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق كان يتلو تسابيح في الصباح والمساء وكان له صوت حسن حتى جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لداود عليه السلام يا داود سبحني بذلك الصوت الرخيم الذي كنت تسبحني به في الدنيا قال فيذهب بتسابيح يسبح الله تعالى حتى تقف الملائكة بأجنحتها تستمع إلى تسبيحه من حسن صوته فقال جل وعلا هنا إن داود إذا سبح سبحت معه الجبال وربنا جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنت عندما تخرج إلى الصحراء وتسبح وليس حولك إلا ربما حجارة وجبال وأشجار أو تؤذن فاعلم أن هذه تسمع تسبيحك وتشهد لك يوم القيامة كما في الحديث ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة فهو إذا سبح سبحت معه الجبال بالعشي والإشراق يعني في الصباح والمساء عندها أذكار في الصباح والمساء يقولها فهذه الجبال تقول معه هذه الأذكار قال الله والطير محشورة كل له أواب الطير إذا بدأ يتلو الزبور بهذا الصوت الحسن اجتمعت الطير فوقه وحشرت وكلما أراد أحدهم أن يذهب رجع إليه إنه أواب يعني إنه رجاع الطير كلما أراد يذهب رجع مرة أخرى إنه رجع قال الله وَشَدَدْنَا مُلْكَهِ عطيناه جنود وحرس وسلاح وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب آتيناه الحكمة يعني آتيناه العلم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وكان الله جل وعلا قد آت سليمان وآت داود أتاهما جميعا الحكمة فكانوا يقضون بين الناس ويحكمون بينهم وفصل الخطاب قيل الخطابة هو وضوح الكلام وقيل فصل الخطاب كلمة أما بعد يقال إن أول من قال في الدنيا أما بعد هو داود عليه السلام كل الناس الآن إذا جاءوا يكتبون خطابات البعض لما تكتب خطاب إلى أحد بسم الله الرحمن الرحيم الأخ فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإني أرجو كذا وكذا أو تلقي كلمة على ناس تقول الحمد لله رب العالمين وصلاة وأشهد لله أشهد محمد رسول الله أما بعد يعني انتهيت من مقدمتي وخذ الآن الكلام الذي أريده أما بعد هذه المقدمة فأقول لك كذا يقال أول من فصل الخطاب فجعل له مقدمة ومتن هو داود ففصل ما بين المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله أو مثلا الحمد لله وحده والتمجيد لله ثم الدخول في المتن أول من وضع فاصلا بينهما بكلمة يفهم السامع منها أنه انتهى من المقدمة وبدأ في المقصود أول من فصل بينهما بكلمة أما بعد هو داود عليه السلام فقال الله تعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب أتيناه شيئا في الخطابة يدل على فصل المقدمة عما بعدها ثم ذكر الله تعالى ابتلاءه لداود عليه السلام داود عليه السلام كان قد قسم الأيام إلى ثلاثة أقسام كان اليوم الأول يحكم بين الناس واليوم الثاني يجلس مع أهله واليوم الثالث للعبادة فذكر بعض المفسرين أن الناس كانوا يحتاجون إليه في يوم عبادته ولا يخرجوا إليهم فيحتاج اللي بينهم مشكلة ينتظرون لحد ما يأتي اليوم الثالث حتى يخرج إليهم فأراد الله جل وعلا أن يبتليه ليبين له أنك بحكمك بين الناس وفصلك بينهم وحل مشاكلهم أفضل من تفرغك للعبادة وذلك أن العبادة هي نفع بينك وبين نفسك ونفع قاصر على نفسك أما تعليم الناس ودعوتهم وتفقيهم وحل مشاكلهم فهذا أمر نفعه متعدي إلى غيرك فجعل الله تعالى ملكين يتسوران عليه محرابه والمحراب هو مدخل في جدار مثل ما هو معلوم الآن يتعبد فيه الإنسان ذكرت عدد من الإسرائيليات عند هذه القصة تعلمون أنتم أن بني إسرائيل في العموم في كتبهم حتى في التوراة المحرفة اليوم ليس عندهم أدب مع أنبيائهم يعني مثلا في التوراة الموجودة اليوم نصوص يعني تقدح في الأنبياء يعني في بعضها أن لوطن عليه السلام لما خرج من عند قومه وفارقهم لما جاءهم العذاب بات في كهف مع ابنتيه قالوا فأسقيتاه خمرا ووقع عليهم حذب الله هذا موجود في التوراة فهم ليس عندهم أدب أساسا مع الأنبياء وعندهم كلام بذيء في أكل الأنبياء لكذا أو شربهم لكذا فركبوا على داود عليه السلام قصة قصة لا تثبت تتعلق بامرأة أحبها فدفع زوجها في الجهاد حتى يموت في الجهاد ويتزوج زوجته وهذا لا يليق بالأنبياء أن يفعلوا فضلا عن أن يروى عنهم ولذلك الصحيح أن الله جل وعلا لما رأى أن داود عليه السلام يتفرغ ويترك الناس أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبتليه ليثبت له أن الناس يحتاجونك فقال الله جل وعلا هنا وهل أتاك نبأ الخصم يعني نبأ الرجلين الذين اختصم إذ تسوروا المحراب أقبلوا بيفتحون الباب ألا الباب مغرق يا حرس افتحوا لنا قالوا لا اليوم ممنوع مقابلة الملك لأنه متفرغ للعبادة طيب عندنا مشاكل عندنا قضايا طيب ما في أحد نلجأ إليه غيره قالوا لا انتظروا ثلاث أيام فأقبل وقفز من فوق الجدار وقد كان جدارا رفيعا ومع ذلك استطاع أن يتسور من فوقه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب داود يصلي ما انتبه إلا وهالرجلين أمامه إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف طيب كيف يفزع وهو نبي وقوي وله مكانته ويفزع من الرجلين دخل عليه نعم هذا الفزع عادي الله سبحانه وتعالى لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فأصبحت حية تسعى يعني أوجس في نفسه خيفة موسى وخاف منها ولا مدبرا ولم يعقب قلنا لا تخف فوقوع هذه الأمور المفاجئة لا يعني أن النبي ليس قويا أو شجاعا لكن أي واحد يفزع من هذه الأمور التي تقبل عليه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أيامي من قبل النبوة وهو قوي عليه الصلاة والسلام وله وجهته في قومه ومع ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار ودخل عليه فجأة وهو لم يتعود أن يرى مثله وقال يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام أخذ مني الروع موقف غريب أمامي وجديد فداود أنا يا جماعة أتعبد من سنوات على مثل الحال كيف استطعتم الدخول وين الحرس وين الخدم كيف الأبواب مغلقة كيف دخلتم قال الله إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف طيب ماذا تريدون خصماني نحن خصمان وهما في الحقيقة ملكان خصماني بغى بعضنا على بعض نحن بيننا مشكلة واحد منا ظلم الآخر بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط احكم بيننا بالحق ولا تظلم ولا تمل إلى أحدنا دون الآخر انتبه وهذا تنبيه لكل من يحكم بين الناس أنه يجب أن يكون عادلا ما يجوز أن يظلم بين الناس في شيء ذكروا أن أحد ذكر القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة كان يتكلم عن القضاء وكذا ثم قال إن أحد القضاة السابقين استشاره ولده قال يا أبي إنهم يريدون مني إذا أنا إذا أنت مت أن أصبح أنا القاضي من بعدك قال يا بني سأعطيك علامة إن رأيتها فيي بعد موتي فلا تتولى القضاء وإذا ما رأيتها العلامة ولا القضاء قال ما الخبر قال إني حكمت أربعين سنة فأقبل إلي مرة خصمان وكان أحدهما صديقا لي فلما وقف بين يدي أشرت له بعيني أنقف في الظل ما قال له إجلس ولا حكم له على صاحبه بس أشار له بعينه حرك خلك في الظلال بدل من توقف الشمس بس فإن رأيت عيني بعد موتي حصل لها شيء فهي عقوبة من الله هذه أربعين سنة ما وقع إلا في هذا يقول فلما مات وضعه ولده على فراشه وذهب ليدعو من يحضر إليه قال فلما يعني يسعدون في تغسيله كذا فلما أقبل وإذا عقرب قد خرجت وفقأت عينه إحدى عينه التي أشار بها فالمقصود أن القاضي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ويقول قاضيان في النار وقاض في الجنة فالآمر القضاء عظيم ولذلك هؤلاء يقولان يا داود نحن بيننا مشكلة احكم بيننا بالحق وانتبه لا تظلم ولا تميل يمين ولا يسار ولا تشتط واهدنا إلى سواء السراط طيب إيش مشكلتكم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة هذا أخي ما شاء الله عنده خير عنده غنم كثير جدا عنده تسع وتسعين من هذه الغنم ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب الآن الشخص الذي يتحاكم إليه الناس المفروض ما تحكم بالحكم حتى تستمع إلى كلام الأول وكلام الثاني يقول علي رضي الله تعالى عنه إذا جاءك رجل يحمل عينه ويقول إن فلانا قد فقأ عيني فها هي بين يدي فلا تحكم له حتى ترى الآخر فربما أن صاحبك قد فقأ عينيه فلا تعجل أنت إذا جاء أحد يشتكي إليك لا تستعجل عليك بالرزانة والهدوء حتى تستمع إلى الطرف الآخر فهذا رجلاني بين يديه الآن واحد عنده تسع وتسعين نعجة ومتكفل بطعامها وشرابها ومرعاها ومكان إيوائها والآخر ما عنده إلا نعجة وحده مسؤول عن طعامها فأخوه قال يا أخي بدل ما تتعب نفسك بهالنعجاه وتجمع لها طعام وتذهب ترعاها لوحدك وتردها من الرعي مشغل نفسك عشان نعجة وحده يا أخي حط نعجتك معني عاجي وريح نفسك وعزني في الخطاب غلبني كل ما قلت لا طيب أريد النعجة طيب أريد حليبها قال نرسل لك الحليب طيب أنا أشتاقلني أراها تعالوا انظر إليها عندنا كل ما أعطاه حجة رد عليه وعزني في الخطاب المفروض هنا نبي الله داود مدام يحكم قبل أن يستمع إلى كلامه الإنسان الضعيف اللي ما عنده إلا نعجة يستمع إلى الآخر اللي عنده تسعة وتسعين ويقول له طيب إش رأيك أنت في الموضوع هل فعلا كما ذكر أخوك يمكن لو سأله يقول يا نبي الله صحيح أنا طلبك نعجته لكن ترى لأنه كان يترك أولاده ما عندهم أحد ويخافون ويذهب إرعاها وكانت نعجته تجوع وتعطش ولا يطعمها لأنه مهمل ونعجته أصابها الأمراض بسبب أنها وحدها في هالمكان ولذلك أنا إحسانا إليه وإلى أولاده وإلى نعجته قلت اجعلها معني عاجي لو قال هذا الكلام لداود ربما أقنعه وصار الحق معه ولذلك قيل إن الإبتلاء الذي نزل على داود الذي قال الله تعالى عنه بعد ذلك الآيات تحدثت عنه وظن داود أنما فتناه يعني ابتليناه فخر راكعا وأناب يعني استغفر عن خطأه هو أنه استمع وحكم كما قال هنا قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة الآن ليتكلم اللي عنده نعجة المسكين ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب مباشر داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ظلمك لما أخذ نعجتك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ثم تذكر داود أني حكمت يا جماعة طيب ما سألت الثاني عن حجته ولا حكمت على طول هكذا وظن داود وظن هنا يعني تيقن يقولون كل ظن في القرآن يأتي بمعنى قد يكون بمعنى اليقين وقد يكون بمعنى الظن إن بعض الظن إثم هذا بمعنى الظن وقد يكون بمعنى اليقين مثل ما قال الله الذين يظنون أنه ملاق ربهم يظنون يعني يتيقنون أنه ملاق ربهم وإلا لو الواحد يظن أنه ملاق الله فقد ظن شك هذا لا يقبل منه لكن الظن بمعنى اليقين قال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا كل الأنبياء الذين ذكر الله تعالى أخبارهم في القرآن هم سباقون إلى التوبة عند أول خطأ مثل ما قال موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه بعدين قال 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 هذا من عمل الشيطان إنه عدو موضي المبين قال رب اغفر لي فغفر له عرضوني يستغفرون الأنبياء دا الآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي منع منها مباشرة لا إله إلا أنت سبحانك واستغفر الله يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت مباشرة فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين ماذا قال نوح ها هوين الحفاظ قال ربي إني أعود بك أنا أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر يا ربي سامحني أنا غلط يا رب شوف مدام العبد يستغفر مباشرة اعرف أنه قريب من الرحمة على خير أهم شيء ألا تتكبر ولا تؤخر التوبة كونك وقعت في خطاء كل بني آدم خطاء لكن الكلام بعد ما أخطأت ماذا فعلت متى استغفرت متى تبت هنا يكون مربط الفرس الأنبياء ذكر الله تعالى أخبارهم لكن كلهم استغفر ربه وخرى راكعا وأناب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فنادى في الظلمات كله إنابة وانكسار لماذا يذكر الله الأخبار عنهم حتى يعلمنا إذا غلطت يا عبدي ليست المشكلة في الغلط المشكلة ماذا تفعل بعد خطأك أنت تصر على خطأك ولا أنت تنكسر وتنيب وتبكي وتقول يا ربي سامحني يا ربي أنا آسف يا ربي أخطأت الذي فعله داود عليه السلام هو هذا وظن داود أن ما فتنه أتيقن أنا غلط مفروض ما أحكم مباشرة أنا جعلني الله ملكا أو أنا تركت الناس وجالس أتعبد وظن داود أن ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ودائما اللي ينكسر ويتوب ويستغفر ويطلب من الله السماح رب العالمين يرفعه اسمع ماذا قال الله هنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب فقط المغفرة لا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يعني جمعنا لك ما بين مرتبة النبوة ووسعنا ملكك جعلناك خليفة أنت ملك على الملوك اللي في البلدان اللي حولك مكافأة لك أنك استغفرت مباشرة وإن له عندنا لزلفا يعني قربا طربناه عندنا وحسن مآب يعني حسن مرجع إذا جاءنا يوم القيامة سامحناه وغفرنا له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أوه أنا خليفة أنا حاكم على الناس طيب ما المطلوب مني يا ربي قال الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وهذا توجيه لجميع الحكام ولا نعني بالحكام فقط رؤساء الدول لا أنت لما يختلف أولادك في البيت أنت حاكم وقاضي أنت لما تكون معلما في حلقة تحفيظ أنت حاكم وقاضي أنت لما تكون مدير في مكان أنت حاكم وقاضي كل من يحكم ما بين الثنين فأكثر موجه إليه هذا الكلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض طيب إيش المطلوب أنا مسؤول إيش المطلوب فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى عشان فلان قريبك ولا فلان أحسن إليك ولا فلان أهدى إليك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ثم قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار معقول يؤمن ويعمل صالحاته ويتق الله في أمواله ويتق الله في تعامله ويتق الله يحفظ لسانه وفرجه معناه معقول أن نجعل في سعادته وراحته مثل الإنسان العاصي لا ما نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك الآن الكلام هنا ليس لداود ولا لسليمان لرجل بينهما بعثاء بعدهما من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم فكأن الله يقول له نحن انتهينا من قصة داود والتوجيه لك ولأمتك وسيأتيك قصة سليمان والتوجيه لك ولأمتك فقال الله آية دخلت بين قصة داود وسليمان بين الأب وأبنه دخلتها الآية تتحدث مع أمتنا فقال الله فيها كتاب القرآن أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته كما نفعل نحن الآن نحن الآن نتدبر آياته داود عاش سنين طويلة وقع له قصص كثيرة لكن الله اختار قصتين أو ثلاث وضعها في القرآن وترك قصصا كثيرة لأن هذه فيها عبرة أكثر من غيرها سليمان عاش سنين طويلة ومع ذلك ذكر الله قصة وقصتين عنه لنا ليتدبروا آياته ثم قال الله وليتذكر أولو الألباب يعني أصحاب العقول انتهى الكلام من داود ثم بيّن الله تعالى أنه أهدى إلى داود هدية أعطاه هبة لم يحصل عليها داود لا بقثرة ماله ولا بقوة جسده وإنما هبه من رب العالمين فقال جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب لاحظ مدح الله تعالى داود فقال فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذلئيدي إنه أواب ومدح ابنه سليمان فقال عن سليمان عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ولما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام مدحه بأنه أواب ليست القضية كما ذكرنا وقوعك في المعصية القضية أنك لازم تكون أواب لازم تكون رجاع واحد وقع بينه وبين أبيه مشكلة وغفقد أعصابه وصرخ على أبيه وطلع كن أواب أرجع واعتذر وقل يا ربي سامحني واحد منع آخر من ماله وأخذه ثم ندم كن أوابا واعد إليه حقه ربما إذا كنت أواب يؤتيك الله تعالى من النعم ما لا يؤتيك به من قبل ولذلك مدح الله سليمان قال إنه أواب يحب الله صفة الرجاع التواب المنكسر ويبغض الله المتكبر المتغطرس المتعالي المغرور الذي لا يرجع عن خطأه ولا يعترف به فقال الله تعالى هنا إنه أواب ثم ذكر الله خبر سليمان سليمان كان ملكا عظيما وكان يعرف لغة الطيور وسخر الله تعالى له من الملك ما لم يؤتيه لأحد قبله ولا بعده كانت الريح يا جماعة تحمل سليمان حيث أراد حيث أصاب يقول الله غدوها شهر ورواحها شهر المكان المسافة التي تقطعها الريح بسليمان في الغدو ما بين الفجر إلى الظهر هي المسافة التي يقطعها الناس في شهر يعني لما يكون الناس مثلا خرجوا من فلسطين يذهبون إلى اليمن في عهد سليمان يحتاجون ثلاثة أشهر هو يقطعها في نصف يوم أو في بعض يوم ورواحها شهر الريح إذا حملته في اليوم الواحد تسير به مسيرة شهرين أو ثلاثة تقطعها بسرعة ملك عظيم قال الله سخرنا له الريح تجري بأمره يقول يا ريح اجري المكان فلاني وسوق إليه السحاب تطيعه يا ريح احملي جنودي إلى المكان فلاني تحمل من يشاء فقال الله جل وعلا هنا عن خبر سليمان جلس سليمان عليه السلام يستعرض استعراض عسكري أمامه الجنود إذ عرضوا عليه بالعشي الصافنات الجيادة اختاروا أجود خيل عنده وعرضوها أمامه والصافنة هي الخيل التي إذا طال وقوفها وقفت على ثلاث وعكفت الرابعة تمى الصافنة فهي سليمان جالس ملك والجياد والخيل الصافنات الجياد أحسن أنواع الخيل اللي عندك تعرض أمامك قيل مر أمامه أربعون ألف فرس وجالس ينظر هذه اللي تحمل جنوده ملك مملكة هذه اللي تحمل جنوده وتنقلهم وهذه التي يحاربون عليها فجعل يستعرضها ويعطي توجيهات افعلوا كذا اصنعوا كذا هما يستعرضها خيالاء على قومه هذه كلها معده للجهات في سبيل الله وهو جالس يوجه توارت الشمس بالحجاب وغابت وهو لم يصلي العصر وكان سليمان له هيبة فما في أحد ذكره ليدلك على هيبته قول الله وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم ما قال مثلا إذا رجع الهدهد تفاهمنا معاه ليش غايب يا هدهد ليش لا لأعذبنه عذابا دليل على الصرامة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ثم من العدل قال أو ليأتيني بسلطان مبين ولذلك كان له هيبة وبالتالي قومه ساكتون انتبه حتى توارت بالحجاب انتبه أنه ما صلى فقام مباشرة وصلى ورجع وقال ردوها علي رجع الخيل مرة ثانية يكمل العرض وطفق مسحا بالسوق والأعناق ما معنى قول الله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال بعضهم إن سليمان عليه السلام لما أشغلته الخيل فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي قيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق إنها لما أشغلته الخيل عن ذكر الله عن الصلاة أمر بقتلها وقال بعض المفسرين هذا غير صحيح وما ذنب الخيل تقتلها ثم أن هذه الخيل معده للجهات في سبيل الله لماذا تفسد المال ما يجوز واحد يأتي شيء يعني أنت سيارتك الآن لو أمسكت معك وأحرقتها قلنا لك حرام لو واحد طلع مئة ريال وأشب فيها النار قلنا حرام هذا إفساد للمال لا يجوز شرعا ويحجر عليك لو فعلته فهل يعقل أن نبي الله هذه الخيل الجياد التي هي قوام قوتهم في الحرب يقول اقتلوها كلها هذا لا يفعله نبي هذه من الروايات الإسرائيلية أيضا التي توضع جانبا إنما طفق بالسوق والأعناق جعل يمسح على أعناقها وعلى سيقانها العرق إعجابا بها إعجابا بها وترطفا معها وقيل أن الخيل تحب مثل ذلك تحب من يلمس عنقها ويلمساقها فكان يفعل ذلك إيناسا لها يفعله إيناسا لها قال الله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أيضا هذا في روايات كثيرة قيل إن سليمان أصابه الله بمرض فأصبح إذا جلس على الكرسي لا يستطيع أن يقوم إلا أن يرفعه خدمه فصار كالجسد الملقى فتنا يعني ابتلينا كما أن نبتليناك بالسراء وعطيناك مالا وملكا نبتليك بالضراء والمرض يا سليمان شوف تصبر ولا ما تصبر وقيل ألقينا على كرسيه جسدا إن سليمان عليه السلام كان عنده زوجات وعنده جواري فقال حث قومه على الجهات وعلى كثرة النسل يبغى مقاتلين ومجاهدين قال يعني كل واحد يتزوج من النساء ليأتينا أولاد كثر ثم قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن تأتي بمجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن امرأة إلا واحدة جاءت بشطر غلام جاءت بواحد ليس له رجلين يعني فيه نوع من الإعاقة فولدها الغلام وجاءت أمه وضعته على كرسي وكرسي أبيه ألقيه فتنا اختبرنا سليمان عشان مرة ثانية ما ينسى يقول إن شاء الله وألقينا على كرسيه جسداً له ولده ثم أناب رجع قال يا ربي سامحني أنا ما قلت إن شاء الله ثم أناب قال ربي اغفر لي يا ربي سامحني وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاختار الله تعالى له ملكاً عظيماً قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءاً حيث أصاب يعني تجري الريح إلى الموضع الذي يريده حيث اختار يا ريح اذهبي هنا ولا هنا حيث يختار والشياطين كل بناء وغواص الشياطين يبنون له ما يشاء من تماثيل ومحارب وبيوت وغواص يغوصون في باطن البحر يستخرجون له اللآل والكنوز من البحر ملك عظيم قال الله والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرونين في الأصفاد الشياطين منها جن بين يديه يخدمونه يقول اصنعوا كذا ولا تصنعوا كذا ومنها جن محتاج إليها زائدة عن الحاجة ويخشى أن تفر فربطها بالأصفاد بالحديد أو هي جن مردة مخالفة ما سخرت لأحد من قبله كيف نطيعك وأنت بشر فأمر بتربيطها وآخرين مقرنين مقرنين يعني مثل ما قال الله وترى المجرمين يومئذ مقرنين يعني مربوطين ونبينا صلى الله عليه وسلم أروا الإمام أحمد وغيره أنه صلى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما ثم تقدم وتأخر في صلاته كأنه يأخذ شيئا فقال لأصحابه بعد الصلاة إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجهي أو قال معه شهاب من نار فقلت أعوذ بالله منك ثم تقدمت إليه وخنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي قد يقول البعض يا شيخ ما هم الشياطين مخلوقين من جن كيف برد لعابه على أصابعك نقول نحن أيضا مخلوقون من طين لكن لو تقطع أصبعك الآن يطلع طين لا لما خلقك الله تعالى وسواك ونفق فيك الروح أصل الخلقة من طين لكنك الآن لست طينا مثل الزجاج الزجاج أصله من إيش من تراب من رمل لو تكسر الزجاج الآن ما يطلع رمل فهو بالصنعة تحول إلى شيء آخر الجن بالصنعة والخلقة تحولت إلى شيء آخر أصلها نار لكن الآن ليست نارا ولذلك لما خنقه طلع منه لعاب من شدة الخنق يقول عليه الصلاة والسلام فأردت أن أربطه ببعض سواري المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة لكني ذكرت دعوة أخي سليمان لما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخر الله له الجن يقول ربنا جل وعلا هذا عطاؤنا ريح ومال وجن ثمن يعني أطلق من شئت من الجن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يعني له عندنا قربا وحسن مآب وحسن مرجع لأنه تخلق بالأخلاق التي أمره الله تعالى بها هذا ما يتعلق بهذه السورة العظيمة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وياكم بما سمعنا نسأل الله أن ينفعنا وياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حياق أيهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج أو دراسة إلا يسترت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أحفظ أولادنا من المخدرات اللهم أحفظه من المسكرات اللهم أحفظه من التدخين ومن جميع الآفات اللهم أحفظه من صحبة الأشرار اللهم أحفظه من صحبة الأشرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اشتركوا في القناة